أهلا بحضراتكم من جديد وآخر فقرة معايا فقرة التريند العالمي ومشاركة الجماهير لكن قبل ما أدخل في تفاصيلها بما أنه بقى التريند العالمي وقرار مهم جدا من جياني إنفانتين وعاقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عبر الفيديو كونفرنس أبو ظابي ستستضيف كأس العالم للأندية مطلع العام المقبل عشرين اتنين وعشرين النهاردة كان فيه مكتب تنفيذي وعاقب المكتب التنفيذي كان فيه مؤتمر صحفي وعلم من خلاله رئيس الاتحاد الدولي لقوات القدم فيفا أن الإمارات وتحديدا إمارة أبو ظابي ستستضيف كأس العالم للأندية واللي بالتأكيد بيشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطلا لإفريقيا برنامج البيت الكبير وقناة النادي الأهلي كانت أول من أعلنت وأشارت أن أبو ظابي والإمارات العربية المتحدة قريبة من استضافة كأس العالم للأندية وبالفعل بيتحقق هذا الخبر وهذه المعلومة وانفراد البيت الكبير النهاردة من خلال إعلان الفيفا أن كأس العالم للأندية سيقام فيه أبو ظابي وغالبا بنسبة كبيرة هيكون عاقب كأس الأمم الإفريقية في شهر فبراير من عشرين اتنين وعشرين الأهلي دور الإماراتي نتمنى إن شاء الله نشوف الهلال السعودي وتكون بطولة على أعلى مستوى وطبعا حضور الجماهير السعودية مع حضور الجماهير الإماراتية مع النادي الأهل وجماهيره في الإمارات هتبقى بطولة رائعة بشكل غير طبيعي أيضا كمان مع وجودة شالسي بطل أوروبا نروح ليه الترند العالمي والترند العالمي يبقى محمد صلاح نبدأ مع بعض صفحة ليفربول على الفيسبوك بتحتفي بأفضل في العالم نجمينا للمصر محمد صلاح بعد تسجيله هدفين في دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد وأمام ديجي سيميوني مدير الفني لفريق أتليتكو مدريد صلاح مبارع عمل مباراة ممكن ما تكونش أعلى حاجة بس الأهداف كانت مؤسرة وعمل رقم قياسي جدا إيه الرقم القياسي؟ نروح مع بعض ونشوف محمد صلاح من خلال حساب بليتشار فوتبول على تويتر وبيتكلموا على أن محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في تسعة مباريات متتالية رقم قياسي لم يتحقق من قبل طيب هل حساب بليتشار فوتبول هو اللي تكلم عنه بس؟ لا ده كمان حساب اللي ويفا تشامبونز ليك حساب الاتحاد الأوروبي وحساب دوري الأبطال على تويتر بيتكلموا على أن محمد صلاح سجل في آخر تسعة مباريات بجميع المسابقات مع ليفربول تسعة مباريات أحرص فيهم حداشر هدف إذن إحنا بنتكلم على أرقام مميزة وحساب ليفربول بيتكلم على أفضل لاعب في العالم وهو محمد صلاح طيب مشاركة الجمهور على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة ممكن يعني بنتكلم على عبد خصوص محمد صلاح والسؤال اللي طرحناه أجمل هدف سجله محمد صلاح في الموسم حتى الآن طيب السيد محمد هيبة بيقول مساء الخير عليك يا كابتن مساء النور يا سيد محمد يا كابتن أفضل هدف اللي هو السيتي وإن شاء الله محمد صلاح هياخد أفضل لاعب في العالم هو من وجهة نظره أفضل هدف أحرازه محمد صلاح كان في منشستر سيتي سعيد ده بيقول الأهداف الجميلة كثيرة ولكن هدفه في السيتي هو الأجمل لأنه مع فريق معروف ودفعه قوي يعني رأيين كده معنا أنه أهداف صلاح أهمهم كان أو أفضلهم كان هدفه في منشستر سيتي فادي محمد بيقول مساء الفل عليك أتوقع هدف أتليتكو أمس هدف عالمي من النجم المصري طبعا يوصد أكيد الهدف الأول أنه أكيد الهدف الثاني كان راكل الجزاء فهدف في أتليتكو مدريد أحمد عادل بيقول مساء الفل عليك أعتقد أن الهدف الذي سجله في السيتي مساء الفل يا أبو حميد كل بيجمع على هدفه في مارمى السيتي عبد الرحمن السيد أنا بستنى الجنب بتاع واتفورد برضه أجمل هدف في مباراة واتفورد الهدف اللي أحرازه محمد صلاح في مارمى واتفورد من وجهة نظر عبد الرحمن هو من ضمن أو أجمل هدف لصلاح حتى الآن هذا الموسم على المستوى الشخصي أنا لسه عارف أنه لسه فيه هدف كتير ولسه اللي جاي أحسن والسنة الأخيرة في عاده مع ليفربول هتكون هي أفضل سنة لصلاح وإن شاء الله ياخد من خلالها جايزتين الكرة الزهبية جايزة الفرنسي فوتبول وأفضل لاعب في العالم وكل التوفيه لصلاح وكل التوفيه للأهل إن شاء الله يوم السبت في مباراة العودة أمام بطل النيجر بشكرا